بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر الأدبي والتجاري بنكمل معاكم مناقشة مادة التكنولوجيا وفي هذا الدرس رح نناقش أسئلة الدرس الثاني من دروس الوحدة الأولى درس تخزين البيانات وعرضها طبعا أسئلة الدرس موجودة في كتاب المقرر في الصفحة 27 طبعا موجود عند الإجابة النموذجية اللي قبل عدة سنوات أصدرتها لجنة المبحث وأنا منها رح أطول الأجوبة طبعا أجوبة أكيد موجودة في الكتاب بس أنا عشان أبسط عليكم ورح أضفلكم الإجابة النموذجية في صندوق الوصف السؤال الأول موجود عندي فرعين الفرع الأول أذكر صفات التصميم الجيد لقواعد البيانات طبعا عدم اكتكرار في البيانات في الجداول صحة الربط بين الجداول لتكامل البيانات الاستعلامات والتقارير تحدد الأهداف المطلوبة طيب هذا السؤال وين موجود في الكتاب؟ خلينا ندور عليه وين موجود في الكتاب؟ خلينا نفتح أول الدرس موجود عندنا هنا صفات التصميم الجيد لقواعد البيانات تمام؟ برضو بدك توخذ الجواب من هذا المكان مفيش أياته مشكلة أو بتاخده من الإجابة النموذجية جميعه صح طيب السؤال الثاني اذكر المراحل التي يتم بها تصميم قواعدة البيانات هاي موجود عندي هنا خمس مراحل ممكن تاخد من الإجابة النموذجية أو موجود عندنا برضو هنا مراحل تصميم البيانات هذولا الخمس مراحل أو تحفظهم من الكتاب برضو مفيش أياته مشكلة طيب خلينا نشوف السؤال الثالث السؤال الثالث بيحكيلي أو السؤال الثاني الفرع ألف وضح خطوات إنشاء جدول في قاعدة البيانات هذول الخطوات بما إنه موجودات في إجابة نموذجية خلص احفظهم من الإجابة النموذجية وريح لحالك اختيار أيقونة جدول من تبويب إنشاء انسوكم من هذه انسوكم من تابل ون اختيار أيقونة إنشاء جدول من التبويب إنشاء تمام تحديد حقول الجدول تحديد نوع البيانات في كل حقل تحديد المفتاح الرئيسي أو المفتاح الأساسي للجدول طيب النقطة بها هناك ثلاث أنواع من العلاقات وضح كل منها طبعا أنواع العلاقات موجودة عندنا مفصلي في الكتاب الموجود عندنا في صفحة 22 هاي أنواع العلاقات مع تفصيل كل علاقة مع مثال أو إذا بدك توخذ أنواع العلاقات من الإجابة النموذجية واحد لمتعدد ومتعدد لمتعدد وطبعا في علاقة واحد لواحد ربما سقطت سهوا أنت بتطولها من الكتاب وما تنسى تطولها من الكتاب طيب السؤال اللي بعده اللي هو عبارة عن سؤال عملي بيحكيلي بالاعتماد على الشكل التالي نفذ ما يلي موجود عندي هذا الشكل وبدي أنفذه باستخدام برنامج الأكسز خلينا نعمل رفرش لمعلوماتنا أول إشي بيحكيلي أنشئ قاعدة بيانات تحت عنوان بقالي واحفظها في جدولك أنا بكون هنا على سطح المكتب بالزر اليمين من عند جديد من عند مجلد من شيء مجلد اسمي باللغة الإنجليزية هاي علي عمر خليل مثلا علي اسم الربع باللغة الإنجليزية مع رقم جلوسي تمام وبعدين بفتح برنامج الأكسز هذا الحكي جميعوا عارفين وبس أنا براجعكي مراجعة هاي برنامج الأكسز أول ما أفتح برنامج المايكروسوفت أكسز شو حكي لي اسم قاعدة البيانات قاعدة البيانات تحت عنوان بقالي معناته لما يفتح برنامج الأكسز العنوان رح يكون بقالي بيشتغل برنامج الأكسز هون عند اسم الملف أنا بسميه بقالي وبعدين من هذه الأيكوني بختار المكان اللي بدي أحفظ فيه قاعدة البيانات وضروري جدا هذه الخطوة إذا ما سويتها بتفقدك العلامة بجوز احتمال تفقد العلامة حتى لو شغلك صح باجي هون عند وصول سريع شايفين هاي وصول سريع عندي هون ديسكتوب وباجي هون على المجلد اللي أنشأته اللي عليه اسمي ورقم جلوسي بعدين بعمل موافق وبعدين إنشاء وهذه اللي بتكون الجدول المفتوحة بشكل افتراضي علشان ما أتخربط بسكره ولازم تكون عندي الشاشة بهذا الشكل الآن بدي أنشئ الجدول الأول من عند إنشاء ومن عند تصميم جدول هاي فتحت نافذة إنشاء جدول خليني هنا أسحب الصورة هذه علشان أنشئ بناء عليها الجدول الأول رح يكون اسمه Customer Table الجدول الثاني رح يكون اسمه Product Table الجدول الثالث رح يكون اسمه Build Sales Table طبعاً قبل ما أسوى أي خطوة بحدد أسماء الجدول المفاتيح الأساسية والمفاتيح الأجنبية والعلاقات العلاقات والمفاتيح مريحني محدد لياها خلينا برضو من باب التأكيد على المؤكد نيجي نحكي Cast ID هنا عبارة Cast ID عبارة عن مفتاح أساسي علك البرنامج هون عندي Cast ID عبارة عن مفتاح أساسي هون عندي Bill ID عبارة عن مفتاح أساسي هون عندي Food ID برضو عبارة عن مفتاح أساسي طيب المفاتيح الأجنبية باجي بشوف وين في مفتاح أساسي تكرر معناته صار اسم مفتاح أجنبي Cast ID هون أساسي اتكررت هون معناته أجنبي Food ID هون أساسي اتكررت هون معناته أجنبي والعلاقات الموضحة طيب جدول البل سيلز تيبل هذا الجدول بما أنه بيحتوي على مفتاحين أجنبيات معناته هذا الجدول إيش هو جدول وسيط معناته العلاقة بين هدول الجدولين هي متعدد لمتعدد طبعا في البرامج ما فيش علاقة متعدد لمتعدد بس أنا بعرفين معرفة ربما يتلزمني هذا المعرفة بس في البرنامج ما فيه في الامتحان الكتابة آه فيه علاقة متعدد لمتعدد الآن بنروح على الجدول وبنبلش ننشئ في الجدول باستخدام برنامج الأكسز الجدول اللي أنشئناه بتكون من أربع حقول Cast ID والCast Name Cast معناها زبون واللي بردكت معناها المنتج وهذا الجدول الوسيط أو بيسموه جدول الفاتورة هيك العرف يعني بين الزبون والمنتاج الإشي المشترك جدول الفاتورة موجود عندي Cast ID Cast Name Cast Phone وAddress نجي هنا هاي Cast ID ID وبعدين Customer Name وبعدين Customer Phone وبعدين آخر إشي الادرس الآن الـ ID رح يكون رقم ID رقم Name اللي هو الاسم رح يكون نص Phone اللي هو رقم التلفون رح يكون رقم والآدرس اللي هو العنوان رح يكون نص طيب إيش المفتاح الأساسي في هذا الجدول Cast ID أنا محدده على الورقة قبل ما أدخل على البرنامج بنجي عند Cast ID بالزر اليمين مفتاح أساسي إيش اسم هذا الجدول Customer Table بالزر اليمين نحفظ و بنسميه Cast مر Table و بنجي بنحكي موافق و بنسكر الجدول بعدين بنعمل إنشاء تصميم جدول و بنصمم الجدول الآخر خلينا نصمم هذا الجدول اللي هو Product Table موجود عندنا Food ID Food Name Berti Price و Sales Price Food ID Food Name موجود هنا برتبرايس و Sales Price طبعا ما في مشكلة في الامتحان الوزاري إنك تحكي له مثلا هذه الكلمة إيش معناها علشان أنت تعرف إنه هاي النص ولا رقم تمام ولا نوع ثاني بس بما إنه برايس معناها سعر معنات راح تكون يا رقم يا راح تكون عملة وهذه بما إنها برايس يا راح تكون رقم يا راح تكون عملة اللي بدك إياه والثنتين صح طبعا هو الأصل عملة بس في الامتحان إحنا بنعتبر الثنتين صح Food Name راح تكون اسم نص Food ID ID راح تكون رقم هذي رقم اسم الجدول اللي هو Product Table فبنيجي بنحفظ الجدول طبعا قبل حفظ الجدول Food ID هي المفتاح الأساسي وبعدين بنعمل للجدول حفظ ومنسميه Product Table ومنسكر الجدول الآن بنجلها الجدول الثالث إنشاء وتصميم جدول ومن هذا الجدول بتكون من الحقول Bill ID Bill Date Food ID هاي Bill ID Bill ID Date Food ID وموجود عندنا الحقل PayBuy وCast ID طبعا Food ID وCast ID عبارة عن مفاتيح أجنبية معناته بروح على جدول Customer من خلال عرض التصميم وجدول البرودكت من خلال عرض التصميم بشوف المفتاح الأساسي من نوع رقم المفتاح الأساسي من نوع رقم معناته المفاتيح الأجنبية نفس النوع رح يكون هون رقم وهون Food ID رح تكون من نوع رقم Bill ID بما إنه ID رح تكون من نوع رقم Bill Date بما إنه Date يعني تاريخ رح تكون من نوع تاريخ ووقت PayBuy اللي هي طريقة الدفع اللي هي شك ولا كاش ولا بأي طريقة فبالتالي يعني من نكتب نص معناته رح تكون من نوع نص وهيك حفظنا أو خلصنا الجدول بنحدد Bill ID كمفتاح أساسي أو كمفتاح رئيسي أو برايماري كي في النهاية كلاتها ترجمات ونسمي الجدول Bill Sales Table هاي من عند حفظ هاي Bill Sales Table بنغلق جميع الجداول هاي إغلاق الكل الخطوة اللي بعدها أدوات قاعدة البيانات علاقات بنحدد جميع الجداول بنعمل إضافة إغلاق وبننشئ العلاقات الآن موجود عنا أولا علاقة بين جدول Customer Table والجدول الوسيط هذا الجدول الوسيط وهذا Customer Table العلاقة واحد لمتعدد الواحد اللي هو Customer والمتعدد اللي هو الجدول الوسيط Bill Sales Table معناته المفتاح الأساسي تبع الواحد بنمسكه عند المفتاح الأجنبي اللي مرتبط فيه اللي هي Cast ID هاي Cast ID مفتاح أجنبي مرتبط فيه اللي بيشبهه يعني وبنرفع إصبعنا عن الماوس بنيجي بنكبس أي مكان فارغ وبعدين فرض تكامل تتالي تحديث تتالي حدف وإنشاء العلاقة الثانية رح تكون بين Product Table و Bill Sales Table البروداكت تابل هو الواحد وال Bill Sales هو المتعدد معناته الأساسي اللي هون أجه هون أجنبي معناته منمسك الأساسي ومنسحبه فوق الأجنبي موجود عنا هاي البروداكت تابل وهذا الجدول الوسيط منسحب الأساسي من جدول الواحد ومنسقطه فوق الأجنبي المرتبط فيه في جدول المتعدد وبعدين منظهر اسم الحقل فرض تكامل تتالي تحديث تتالي حدف وإنشاء الآن إذا أنت مثلا خربطت في علاقة بتيجي على هذا السهم أو السطر Double Click بتظهر نفس النافذة اللي كانت عنا قبل شوي ومنعمل موافق أحيانا ما بتظهر العلاقة بتكون مش عامل تكامل مرجع أو مش مظهر اسم الحقل بدأت تحذف العلاقة على الخط هات بالزر اليمين وبتعمل العلاقة حذف أو تحرير علاقة خلصنا العلاقات منغلقها هل تريد حفظ العلاقات نعم الآن خلينا نشوف إيش مطلوب معنا أنشأنا قاعدة البيانات حددنا المفاتيح الأساسية بدنا نملأ الجداول أكيد هذا الجدول رح يكون واحد لأنه فيش فيه مفتاح أجنبي أو هذا الجدول واحد لأنه فيش فيه مفتاح أجنبي وهذا الجدول أخيرا لأنه بيحتوي على مفاتيح أجنبية يعني فيش مشكلة تبدأ من هون أو من هون بس غلط أنك تبدأ من هون لأنه هذا بيحتوي على مفتاح أجنبي آخر إشي هذا الجدول فبنيجي على جدول الكستمر هاي الكستمر وعبل البيانات اللي بدك مثلا كست اي دي اللي هي عشرة كست نيم اللي هي عالي مثلا بالعربي أو في الإنجليزي رقم التلفون هاي رقم تلفون آدرس مثلا جنين بنضيف مثلا زبون آخر هاي عشرين وهاي عمر رقم التلفون اي رقم تلفون والآدرس مثلا رام الله خلينا نضيف كمان زبون هاي رقمه ثلاثين هاي اسمه عمار عمار هاي رقم تلفونه وهذه من طول كم هاي أول جدول جاهز نحفظه نيجع جدول البروداكت اللي هو المنتج طبعا حكينا المنتج قبل الوسيط لأنه هذا ما بيحتوع على مفتيح أجنبية بس الوسيط بيحتوع على مفتيح أجنبية خلينا نحكي هون فود آي دي مثلا مية فود نيم مثلا خلينا نقول نمبر ون مثلا برايس خلينا نقول هون اتنين وعشرين متين واثنين وعشرين الفود الثاني او الصنف الثاني متين مثلا وخلينا نحكي مثلا هون اسم الصنف اللي هو جالكسي مثلا وهون بدنا نعبل قيمة هون هادي بدنا نخليها فارغة ما فيش مشكلة الصنف الثالث مثلا خلي المفتاح الأساسي إله ثلاثمية وخليه مثلا سنيكرز وهون السعر ايش مكان السعر وهون خلينا نغير قيمة الأسعار علشان لما نسوي استعلام يصير تباين في الأسعار اون مثلا ما فيش شي مشكلة هذا الجدول الثاني جاهز نعمل له حفظ نعمل له إغلاق نيجع على الجدول الوسيط طبعا الجدول الوسيط بيحتوي على المفتاح الأساسي بال-ID أهمش المفتاح الأساسي ممنوع يتكرر خلينا نحكي مثلا 88 ونحكي السطر الثاني 99 ونحكي السطر الثالث 77 طبعا عادي أفشك السطر وأنا مش معبي ولا قيمي إحنا حكينا بس المفتاح الأساسي اللي شرطي يكون معبه طب موجود عنده هون مفتاح أجنبي عادي ما تكون معبه آه عادي ما تكون معبه بس إذا عبيتها لازم قيمتها تكون أصلا موجودة في مفتاح أساسي في مفتاح أساسي في الجدول الأصلي الآن لازم نفتح الجدولين الأصليات هذول الجدولين بدنا نعبي قيم المفاتيح الأجنبية موجود عندي في الكست ID 10 و 20 و 30 معناته هون في الكست ID يا 10 يا 20 يا 30 خليه هذي 10 وخلي هذي 10 فش مشكلة وخلي هذي 30 في الفود ID موجود عندي 100 و 200 و 300 معناته في الفود ID هون يا 100 يا 200 يا 300 بس مش غيرهن هاي دخليها فاضي مفيش مشكلة هاي دخليها 200 وهذا دخليها مثلا 200 ما فيه اي اتا مشكلة طيب هون البلد بتعبي اي توريخ بدك اياها اي توريخ بدك اياها او بتتركها فاضي بس انت في الانتحان طبعا عبيها ما تترك فاضي انا بخليها فاضي علشان بس تعرفو الطريقة هون مثلا باي باي خليه هاده مثلا شك خلي هذي مثلا نقدي وخلي هذي نقدي وخلص جاهزات تعبية الجدول نعمل اغلاق الكل بنشوف الان موضوع الاستعلامات طالب مني الصمم استعلام يتم من خلالها عرض كست نيم كست اي دي فود نيم الان الكست موجودة في اي جدول الكست نيم هذي كست نيم في جدول كست امر فود اي دي موجودة في اي جدول طبعا في هذه الحالة موجود هون عنا فود اي دي وموجود عنا فود اي دي بنشوف اللي بعدها عشان احكي لكم اي واحدة نختار فود اي دي او مش موجود فود اي دي فود نيم فود نيم موجودة في هذا الجدول هاي فود نيم والحقل الثالث اللي مطلوب معنا اللي هو بال اي دي الآن بالإي دي يا جماعة موجود في في هذا الجدول فقط خلاص الآن لو كلي طب فود إي دي بدي أضيف فود إي دي فود إي دي هذي ولا فود إي دي هذي في هذه الحالة لما أبقى مستعمل الثلاث جداول بختار فود إي دي إلى في الجدول الوسط تمام وباجي إذن بنشي استعلامي بيظهر فيه الثلاث جداول هاي باجي هون عند إنشاء وهاي تصميم استعلام بضيف الثلاث جداول إغلاق طالب مني هنا هاي كست نيم طالب مني برضو بل إي دي وفود إي دي هاي فود إي دي وهذه بل إي دي فود إي دي من جدول لا مش هذي الفود إي دي اللي بدنا إياها من الجدول الوسيط فمنحذف هذي منحذف العمود هذي الجدول الوسيط مطلوب مني فود إي دي ومطلوب مني بل إي دي ومطلوب مني فود نيم والاستعلام هيك جهز خلينا نشغله لاحظين كيف جابلي معلومات محددة من جداول محددة لعند هون إن شاء الله تكونوا استوعبتوا فكرة الأكسز وتكونوا برضو عرفتوا تحلوا الأسئلة قبل ما إني أنا أصور هذا الفيديو الله أعطكم العافية